المورد الأخير أعزائي في المجلد عشرين أعزائي في المجلد عشرين من الميزان سورة المزمل آية واحد إلى تسعة عشر أقول الرواية مرمية سورة المزمل الرواية مروية بالوضع سيدنا لماذا أخر شنو أنت رأيت رؤية يقول لا لأن السورة من العتائق النازلة بمكة وعائشة إنما بنى عليها النبي بالمدينة بعد الهجرة فإذا تنقل خبر مولانا أنه من بيتي حصل كذا إذن الرواية صادقة له كاذبة هس إما عائشة تكذب على رسول الله وإما كذبوا على لسانه ماذا على لسان عائشة لأنه تقول بأنه في المعراج خرج ماذا من بيتي وكذا وكذا أخوه وبنا بهذا الإسراء حصل أين في مكة وهذه تزوجها رسول الله أين في المدينة إذن الرواية بحسب التاريخ القطعي الرواية موضوعة وليست موضوعة هس إما وضعها على لسان راويها وإما ماذا أنه وضع على لسانها النتيجة التي أريد أخوه وقت ما عندي خلي ذهنكم يمي النتيجة التي أريد أن أنتهي إليها إذن جنابكم تريد تصير مرجع ديني لابد تكون مطلع على القرآن لو ممطلع مطلع على التاريخ لو ما مطلع مطلع على المباني العقلية والفلسفية والمنطقية لو ما مطلع مطلع على الأبحاث العلمية الحديثة لو ما مطلع مطلع وإلا تستطيع أن تميز أن الرواية موضوعة أو غير موضوعة أو لا تستطيع ها؟ سيدنا لعد هذا الاجتهاد اللي موجود في الحوزة شنو أقول روح أسألهم بعد أنا ما أدري هذه بيني وبين الله أنا هذا اجتهادي هذا الذي أعتقده لا أريد أن أقول أن الآخرين نواياهم كذا لا ناس أبداً أبداً ما لا علاقة أنا دا أبين ماذا؟ إذن عندما أسأل إذن من لم يقف على هذه المباني فهو مجتهد ماذا أقول أعزوه بنحو القضية الحقيقية ها؟ مو بنحو القضية الخارجية أو الشخصية أقول مجتهد أو ليس بمجتهد؟ تقول الشياء يقول أروح أسأل الشياء أنا بالنسبة إلي ماذا؟ هذا مجتهد أو ليس بمجتهد؟ ليس بمجتهد لماذا؟ لأن القرآن يريد ليتفقه في ماذا؟ في الدين تقول لي سيدنا أخوه هذول فقهاء بالمعنى الفق الأصغر أقول الجواب في الفق الأصغر أما يصل لماذا؟ لأن الرواية اللي موجودة في الخمس أو أفوا في الزكاة أو في الطهارة أو في النجاسة أو في كذا هذا لا بد أن يعرف علم الخلاف أنه بيني وبين الله هذه الرواية دخلت إلينا منهم أو هي صادرة ممن؟ من أهل البيت فلا بد أن يقف على علم الخلاف ولهذا أصر سيد البرجردي أنه من لم يعرف الفقه في عصر الصادق لا يستطيع أن يعرف الروايات الصحيحة من غير الصحيحة في عصر الإمام الصادق لماذا لا يستطيع؟ لأن الحالة العامة كانت فقه من؟ فقه أئمة أهل البيت له فقه الآخرين فإذن الإمام مندي يتكلم نظره الشريف إلى ماذا؟ إلى الروايات إلى الفقه الموجود في عصره ولهذا أعزائي إن شاء الله تعالى بعد ذلك أنا هذه أعزائي كتاب كراءات في المنظومة المعرفية لسيد كمال الحيدل هذه أخيرا طلعت مولانا خمس مجلدات إن شاء الله يهيئوها ويعطوها للأعزاء إن شاء الله هذه المجموعة أنا بيودي أن الأعزاء يكون عدم ويراجعونها يعني مو يخلوها في المكتبة لماذا؟ لأنه في هالخمس مجلدات أعزائي يوجد خلاصة عن كل ما كتب عن تراثنا إلى يومنا هذا يعني أنت تريد أن تقف على مثلا معرفة الله مجلدين للدكتور طلال حسن هنا أكو خمسين صفحة أو سبعين صفحة مولانا عن هذين المجلدين فإذا أنت بيني وبين الله وجدته يستحق أن يطالع وتذهب وتطالع الكتاب كله أما تقولنا هذا لا يعني ككثير أتابع إليك بعد وهكذا كل مئة وعشرين مئة وثلاثين كتاب اللي إلى الآن صاد لنا واللي كاتبه أعزائي حدود إلى ستة وعشرين شخصية مولانا يعني ستة وعشرين كاتب كاتب هؤلاء أها هؤلاء أول كلهم يعني مو بقلم واحد هذا أعزائي كل واحد اللي كاتب الكتاب هو رايح ملخص شنو الكتاب الذي كتبه هناك أنا عدي عزيزي في البحث في الجلد الأول أنا بيودي خصوصا الجلد الأول الأعزى لابد يطالعونه الجلد الأول لابد أن يطالع من الأول إلى الآخر أعزائي على سبيل المثال شوفوا تحت عنوان هذا هذا العنوان التفتولي زين أعزائي العنوان هذا بحوث ومقالات في المشروع الإصلاحي بحوث ومقالات في المشروع الإصلاحي اللي يبدأ من صفحة واحد وخمسين في هذا الباب أعزائي لا أقل توجد عشر مقالات تقريبا شوفوا أعزائي وبأقلام متعددة ومنها هناك أعزائي اللي يردون يعرفون نظريتنا في ولاية الفقي حدود أكو هناك دراسة مولانا حدود ولاية الفقي والمرجعية الدينية في فكر سيد كمال الحيدري بقلم سلمان عبدالأعلى حدود مئة صفحة أعزائي هناك عدوا هناك أنا عزيزي بيّنت هذه القضية الشروط المرجع الديني العلمية ماهي من حول إجمال وإلا دروسنا مفصلة التفته جيدا أولا أولا امتلاك رؤية خاصة في التفسير يعني يوجد عنده منهج ثانيا الوقوف على المنظومة التفسيرية بالكامل لأنه لا بد من عرض الرواية على ماذا على كتاب الله ثالثا المعرفة بالفقه الأكبر العقائد حتى يعرف ماذا أن هذه عقائد أهل البيت أو عقائد ماذا ها رابعا الوقوف المعارف الخارجية علم الخلاف المعارف الداخلية تأسيس المباني العقدية المعرفة بالفقه الأصغر المعرفة بالفلسفة والعرفان ووائلة المعرفة بالمنابع والمصادر يستطيع أن يعتمد يا على أي مصدر يعتمد وعلى أي مصدر ماذا لا يعتمد لابد عدة خبرة في هذا المجال مون كل شيء وقع بيده يقول وجاء في كذا لأنه مباشرة الآخر ماذا يفعل ها انت الان ماذا تقول قال السلائم هو ماذا لا يقول لكن يقول ثبت لي ثبت العرف ثم انقش انت ثبت لي هذا كتاب من هذا كتاب السلائم ما عندي مشكلة لأنه من الأجل لا سليم ولكن أنا عدي إشكال أن هذا كتاب سليم أو ليس شلون تناقش تفسير الإمام العسكري هش يوم يسويه انت متخاف بعد بابا بيني وبين الله انت ثبت هذا التفسير العسكري أنا شنو أنا أقبل وأضعه على عيني وعلى رأسي ولكن هذا ما ذابت لأنه جنو تفسير العسكري هذا ما ذابت لأنه تفسير القمي هذا ما ذابت لأنه تفسير فلان وفلان ما ذابت لي فالبحث كبروي لصغروي عزائي البحث صغروي اخر لماذا لا تلتفتون وين المشكلة معرفة المنابع والمصادر حسا الآن هذا ما اعتقده في الشروط العلمية ليه ماذا للمجتهد الديني التفت جيدا تعالوا لا استاذنا السيد الخول انظروا ماذا يقول ما هي شرائط المجتهد ماذا الدين بسم الله الرحمن الرحيم يقول والعمدة في صفحة 25 من كتاب الاجتهاد مولان والعمدة فيما يتوقف عليه الاجتهاد ما يليه اولا معرفة اللغة العربية وطواعدها يعني شنو والنتيجة تتبع اخص المقدمات له اخص المقدمات يعني معرفة ما قاله السيبويه والفراهيدي حتى تصل شنو مولانا هو من قال بانه السيبويه والفراهيدي شنو شنو هو من ائمة المعصومين مولانا هذا اول اشكال سيدنا هذا ان من يقول هذا ان القواعد في اللغة العربية شنو يعني الان لو جلس احد عالم امامه قالتوا تقول بابا معرفة قواعد اللغة قواعد اللغة منه اسسها الائمة ها لو سيبويه ومن جاء بعده ياهو منين هو حجيته منين هس اترك علمان فقط الاول علم الاصول والاخبارين يقلون علم الاصول شي علو سني مولانا ناصبي ياهو منهم ها الثاني علم الرجال الاخبارين شي يقولون مولانا ها كلاهما علماني ها سنيان تمام سيدنا وبعث لكي يصير متشهد ويصير اعلم في الامة يقول والمتحصل ان علم الرجال من اهم ما يتوقف عليه رحل استنظار واما غير ما ذكرناه من العلوم فهو فضل انا اقول يعني اللغون لا توقف للاجتهادي علي فاذا بعد حق بعض مراجعنا المعاصرين في النجف من يقرأ الآية يقرأها غلط مولانا لهم حقه حقه لهم حقه حقه ليش لانه اساسا مو ضمن دراسة القرآن هذا ما السواب يوم بشهر رمضاني قتمت لان قتمات مولانا اسم ما ادري بيني وبين الله يختمه صحيح لولا لانه مندي يقرأ الآية يقرأها غلط مولانا وروحوا اليوم على المواقع وشوفوه المولانا وجديدة مو قديمة اماتي انا حتى تقولولي بيني وبين الله كذا هذا الله يعلم من زمان ما رد اجيب بعض اسماء اساتذتنا مولانا والله العظيم بحثت وكنا جالسين في الدرس برتب البحث كمل البحث نزل من المنبار في المسجد القضراء مولانا لا تقول لنا مسيد الخوي لا مو سيد الخوي مولانا عرفت نزل من المنبار قلت لسيدنا مولانا هاي الآية اللي قرأتها ورتبت عليها هاي الاحكام في كتاب المكاسب الآية بهالصيغة مو هالصيغة قال عجيب قلت بلي والله الآية مو هالشكل هالشكل وهو صال للساعدة يرتب عليها شنو حكم شرعي والواقع والعرف ببابك على الان ادخل وشوف انت جيد اهتمام ولهذا السيد الامام قدس الله نفسه هاي الجملة المعروف عنه قال انه مما يوسف له في حوزاتنا العلمية ان الانسان يكون مجتهدا ولا يعرف من القرآن شيء هذا هو المنهج الاخبار وهذا امامك هذا هذا اصولي بعد السيد الخوي اصولي الاخبار مولانا امام الاخبار مولانا يقول اعيد كل جملة واما غير ما ذكرناه من العلوم فهو فضلون يعني شنو يعني شنو عافية فضلون يعني شنو يعني شنو يعني لغو لغو لانه عمرك لضيعة في هذا تضييع للعمر هذا يعني علوم القرآن ما هو تضييع للعوم معرفة القواعد الفلسفية ما هو تضييع للعوم معرفة القواعد المنطقية ما هو تضييع للعوم هاي اقبالك واما علم المنطق فلا توقف للاجتهاد عليه اصلا عجيب اي بابا انتم من اول الاصول الى اخر الاصول لو شكل اول لو شكل ثاني لو شكل اخر وحدكم شنو اخر كيف لا يمكن كيف يمكنك ان تدخل في علم الاصول وانت لا تعرف شرائط الشكل الاول والشكل الثاني وان لا تقع في سبعين مغالطة وانت تشعر او لا تشعر ويقول السيد ليش يحتد على المناهج الحوزين وهذه مولانا واما علم الاصول علم المنطق فلا توقف للاجتهاد عليه يقول لان هذا العلم يعرفه كل عاقل حتى الصبية ومن اول علم الاصول انت تدخل تقرأ صاحب الكفاية تدخل قاعدة الواحد الى شنو انا ما ادرك كيف انه لا يتوقف على علم الاصول اقول لا على علم المنطق على الفلسفة على اله عرفان شنو رغم انوف الحوزة العرفان لابد ان يعرفه العالم وان لا ليس بمجتهد لماذا لان مباني الصدر المتألهين داخل في عمق المباني العقائدية والاصولية والفقهية عندنا ومباني مل صدرها جثورها في كلمات من ها في كلمات ابن عربي اللي بعض العوام منهم يقول ابن العربي ما يميز بين ابن عربي وابن العربي ما يدري بابا ابن عربي غير جنو غير ابن العربي اذا اعزائي هذا ما اعتقده في المنهج الاستنباطي كل سيدنا هذه تضييق دائرة الاجتهاد يقولوا ومن قال لك انه لابد اي واحد يجي من الشارع يصير لي جنو يصير مجتهد في الدين منه قال هذا المعنى والان ما اكو دعوات اطمئنه دعوات اكوهم في العالم السنية هم في العالم الشيعي انه بابا في النتيجة لابد ان نعرف من يحق له ان يفتي والا هذه الحركات اللي الان دا تقتل الناس بلا عدد على اي اساس على هاي الفتاوة على هذا الناس على هاي الاصول ويكفر بعضنا بعضا الان في الواقع الشيعي على اي اساس على اساس الروايات وان لا اتحدى واحد منهم انه يستدل بالقرآن لتكفير من لتكفير الاخر اذا اعزائنا الى هنا التظهر